مسألة أخرى مهمة جداً لمن سيضحي بقى وده بيجينا عنها أسئلة كتيرة جداً في هذه الأيام وفرصة من خلال قناة الرحمة أن الناس تعرف الحكم الشرعي مسألة أن من سيضحي يمسك عن حلق الشعر وقص الأظافر طيلة أيام ذي الحجة حتى يضحي ولو هيضحي تاني يوم العيد أو تالت يوم العيد لأن الأضحية تنفع لعند رابع أيام العيد تالت أيام التشريك يعني لو قلنا أن العيد مثلاً الأحد يبقى عند الأحد ينفع فيه دبح واللي اتنين ينفع فيه دبح أول أيام التشريك والثلاث تاني يوم التشريك والأربع تالت يوم التشريك لعند العصر الدبح ينفع أربعة أيام يوم العيد وثلاث أيام التشريك ما عندناش مشكلة خالص هل معنى هذا أنه يدنه ما يحلقش شعره ولا يقص دوافره هذه المدة نقول له لا مش لازم ولا حاجة العلماء اختلفوا على ثلاث أكوال في هذه المسألة أحد هذه الأكوال أخذ بحديث في مسلم بأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم أخذ الظفري أو قص الشعر لمن أراد أن يضحي حتى يضحي من أول ذو الحجة لكن عندنا حديث آخر في البخاري ومسلم يعني أصح من حديث مسلم فقط بغير ذلك أمنا عائشة كانت تروي أن النبي عليه الصلاة والسلام يهدي للكعبة الشريفة ويبعث وهديه وهي بنفسها تقلده وتشعره ولا يمسك عن شيء ووضح أنها كانت رضي الله عنها تجيب عن من سأل عن هذه المسألة فخرج عندنا الفقهات بثلاث أكوال قول يرى أن النهي للتحريم وخذ بحديث مسلم برواية مسلم وقال يبقى يحرم أننا نأخذ حاجة من سعرنا وهذا قول أحمد وهناك قول في المقابل لم يرى لا تحريما ولا حتى كراهة وقال حديث عائشة أكوى ف أنه لا يعني يمسك الإنسان عن هذه الأشياء ولا هو حرام ولا مكروه لو أصد وفره ولا حلق شعره وده رأي أبو حنيفة هو وجه عند مالك أو رواية في النص جاء الإمام الشفعي ورواية أخرى عن مالك بأن الموضوع يعني النهي فقط للتنزيه أو للكراهة يعني ملحرام يعني إذن اللي في شغله محتاج يحلق ولا محتاج يأثر دوافر ولا الكلام ده لا حرج الأمر فيه سع أنت حذك مرتاح لقول أحمد وأوجبت على نفسك هذا فلما تلاقي حد بيقص شعره ولا ناس راح للحلاء ولا ناس راح بتقص دوافرها ما تنكرش عليهم والعكس لما تلاقي حد مطول كده شعر ولا بتاع ولا مقصد دوافر ما تقولش أنت غلطان ما فيش كده دي أراء فقهية ومذاب فقهية ولا الكلام فيها يعني فيه ساعة الاختلاف مقبول فكل واحد حر لكني أنا شخصيا أميل إلى أن الأمر ليس فيه حتى كراها أو حتى لو خدنا برأي الشفعية الوسط بأن مسألة هالكراها ليس إلا فمش هكدر اللي عاوز يحلق ولا اللي عاوز ولا هقولي الحلقين اقفلوا الأيام العشر دي إن الشغل في الحلقة حرام مش كلام ده خالص طيب هل يمسك عن شيء آخر عندما نقال بالإمساك لأنه بعض الناس فهمين كده بعض الناس يقولك أسله اللي هيضحي بيتشبه بالمحرم فمش بس هيمسك عن قص شعره ولا عن قص دوافره ده هيمسك كمان عن جماع المرأة نقوله غلط وعايز بقى يحرم الطيب كمان والكلام ده يقولك زي يتشبه بالمحرم غير صحيح ده لا علاقة له بالمحرم خالص ما حدش قال كده أبدا يعني حتى مم أحمد اللي قال بوجوب الإمساك عن قص الظفر وعن حلق الشعر لم يكن بالأمر الجماع والأمر الطيب فما فيش نقياس على هذا وبناء علينا كول إنه من سيأخذ بهذا القول فقط سيمسك عن قص الشعري وعن قص الأظافر لا عن شيء آخر ومن فعله فلا حرج عليه عملا بقول أبا حنيفة وإنه حتى لا كراها أو يعني هيبقى المسألة مكروهة فقط كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنهم أو عنهم جميعا ورحمهم الله اللهم أمين طيب هنضحي هنطعم أهلينا ونسع عليهم هنهدي جراننا وإخوتنا ونصر رحمنا هنطعم الفقراء والمساكين شيء رائع جدا وربنا يتقبل اللهم أمين شكرا للمشاهدة